لأول مرة منذ بدء إصدار وزارة الطاقة والفراء المعدنية النشرة الاسترشادية لأسعار النفط منذ خمس سنوات رصدت رؤية عدم إصدار الوزارة النشرة منذ بداية العام الحالي تزامنا مع قرار إضافة أسواق جديدة للأسواق المرجعية المعتمدة في تسعيرة المحروقات الشهرية الحكومة أعلنت نهاية العام الماضي إضافة أسواق الخليج العربي إلى أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط المعتمدة في تحديد الأسعار المرجعية للمشتقات النفطية لإتاحة المجال للشركات المستوردة الحصول على أقل الأسعار عند طرح العطاءات بما ينعكس على أسعار المحروقات بالسوق المحلية أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني عزام ردا على استفسارات رؤية قالت إن لا علاقة لقرار إضافة أسواق جديدة في تأخير إصدار النشرة الإسبوعية دون الإفصاح عن الأسباب الخبير النفطي هاشم أقل توقع ارتفاع أسعار المحروقات 35 فلسا للبنزين 90 والسولار 7 فلساة بحسب الأسعار العالمية لغاية الثالث والعشرين من الشهر الحالي